استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية الصناعية ووزير الصناع والنقل كامل الوزير السفير الياباني بالقاهرة أوكاهيروشي ذلك لمتابعة تقدم المشروعات المشتركة وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجنبين تناول اللقاء مشروع تمديد الخط الرابع لمتر الأنفاق إلى العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر إضافة إلى استعراض التعاون في توطين صناعة النقل والصناعة في مصر كما ناقش الجنبين خطط توسيع التعاون مع الشركات اليابانية لإنشاء مصانع جديدة بما في ذلك مجال السيارات والطاقة المتجددة وتترقى الاجتماع أيضا إلى تعزيز التدريب المهني للمهندسين المصريين وتطوير الصناعة المحلية بما يساهم في تلبية احتياجات السوق وتصدير المنتجات بحثت وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية وتعاون التولية رانيا المشاط مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبية في مصر عددا من ملفات العمل المشترك ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على رأسها تعزيز استراتيجيات التمويل المناخي واستعدادات مؤتمر المناخ كوب 29 في أتربيجان ذلك استكمالا جهود مبدولة مع شركاء التنمية للتحول من التعهدات إلى التنفيذ وأكدت الوزيرة أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي سيتم عقدها مع شركاء التنمية في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم جهود الدولة فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الأولويات بما يتصق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة بالإضافة إلى تعزيز دور شركاء التنمية في إطاحة التنمولات للقطاع الخاص وتنفيذ الاصلحات الهيكلية استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بمقر الهيئة ببورسعيد محافظة بورسعيد محب حبشي ووفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على المحافظة بحضور لفيف من قيادات الهيئة يأتي اللقاء في إطار التعريف بالهيئة ومشروعاتها القائمة والجاري تنفيذها بنطاق محافظة بورسعيد سواء المشروعات الصناعية أو في قطاع المواني والمناطق اللوجستية وكذلك بحث التعاون المشترك بين الهيئة وجهات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية التي تهدف إليها الهيئة بجوانبها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أسواق البترولة العالمية شهدت أسعار النفط ارتفاعا خلال التعاملات وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة تقدر بـ 53% ليصل إلى 77.61 دولار للبرميل كما صعدت العقود الآجلة لخام غرم تاكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 56% ليصل إلى 73.58 دولار للبرميل فيما ارتفعت أسعار المزوت عالميا بنسبة 84% لتصل إلى 2.29 دولار وهبطت أسعار الغاز الطبيعية بنسبة 68% لتسجل 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهرت بيانات وزارة الزراع الأوكرانية نصادرات الحبوب في موسم 2024-2025 الذي يمتد من يوليو إلى يونيو بلغت 6 ملايون طن حتى 21 من شهر أغسطس الجاري ذلك ارتفاعا من 3.6 من 10 مليون طن في نفس الفترة من الموسم السابق وتضمنت الكمية 2.8 من 10 مليون طن من القمح و2.2 من 10 مليون طن من الضرى ومليون طن من الشهير وأضحت الوزارة أن المتعاملين صدروا 2.34 مليون طن من الحبوب في شهر أغسطس حتى الآن مقابل 1.33 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي أقرت الحكومة الأسترالية خططاً لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في شمال البلاد في مشروع أكدت أنه سيكون أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم وصرحت وزيرة البيئة تانيا بيلبرسك أن هذه المحطة الشمسية الضخمة ستولد ما يكفي من الطاقة الكهربائية لتشغيل 3 ملايين منزل موضحة أن المشروع يتضمن ألواحاً شمسية وبطاريات وفي مرحلة لاحقة سيتم ربطه بواسطة كابلة بسنغافورة لتصدير الطاقة إليها وأضفت بلير بيسك أن المحطة ستكون أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم مما سيجعل أستراليا رائدة في العالم في مجال الطاقة الخضراء أظهرت بيانات أن صادرات اليابان ارتفع بوتيرة أبطأ قليل من المتوقع في شهر يوليو الماضي وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت بنسبة 10.3% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي للشهر الثامن على التوالي وهو ما يقل عن متوسط توقعات السوق بزيادتها بنسبة تقدر بـ 11.4% وزادت المبيعات بفعل ضعف الينا مقارنة بارتفاعها 5.4% من 10% في شهر يوليو الماضي أفد خبراءنا أن التغيرات المناخية الراهنة تدمر قارة أوروبا بالفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحر الشديدة أشر الخبراء إلى أنه منذ 14 من شهر أغسطس القاري احترقت مساحات شاسعة من الأراضي وأتعرضت المحاصيل الزراعية الرئيسية في أوروبا للخطر بسبب موجات الحرارة الشديدة تواقه البشرية أزمة بيئية غير مسبقة تتمثل في تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى تهديدات متزايدة ظاهرة تسببت في أضرار هائلة تتجاوز التأثيرات البيئية لتشمل الاقتصادية والاجتماعية فمن الفيضانات القاسية إلى حرائق الغابات تتداعى التأثيرات وتستدعي اهتمام الخبراء في السنوات الأخيرة شهد الاتحاد الأوروبي تحولا كبيرا في تأثيرات تغير المناخ على اقتصاده فوفقا لصحيفة البيس الإسبانية فقد بلغت خسائر الكوارث الطبيعية في أوروبا حوالي 650 مليار يورو خلال الأربعين عاما الماضية 17% منها حدثت بين عامي 2021 و2022 حيث تكبدت ألمانيا وحدها خسائر تقدر بنحو 167 مليار يورو تلتها فرنسا ب126 من 10 مليار دولار ثم إيطاليا ب111 مليار دولار وإسبانيا ب83.7 من 10 مليار دولار وتشير تقديرات وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الأضرار السنوية قد تصل إلى 137 مليار يورو و814 مليار يورو بحلول عام 2100 السواحل الأوروبية خاصة في إسبانيا تعد من بين الأكثر تأثرا بارتفاع مستوى سطح البحر مما يكلف الاتحاد الأوروبي حوالي مليار يورو سنويا ويعرض نحو 72 ألف شخص للخطر بينما تهدد الزيادة السريعة في مستوى سطح البحر بمعدل 3.7 مليمتر سنويا المناطق الساحلية مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية فورية إلى جانب ذلك يتعدى تأثير تغير المناخ الأضرار الاقتصادية ليشمل الزراعة والبنية التحتية ففي بولندا أدت العواصف إلى غمر الشوارع بينما في رومانيا تسببت موقات الحرارة في خسائر كبيرة في المحاصيل تقدر بنحو 300 مليون يورو لتتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية على خلفية تلك الظواهر تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة شكل أزمة عالمية تهدد الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية فمن الخسائر الضخمة في أوروبا إلى تأثيرات التقصي القاسي على الزراعة والبنية التحتية أصبحت الحاجة إلى استجابة منصقة وعاجلة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى